يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يمكن أن يقال إن الأفضل لمن حج حج الفريضة أن لا يحج ثانية بسبب الزحام بل يعطي المال لمن لم يحج إذا وجد أحدا لم يحج يعطيه المال ليحج به هذا أفضل من أنه يحج حج نافلة بل لو وجد ناس محتاجين فيهم مسخبة فيهم جوع فإن طعامهم أفضل من حج نافلة